أهلا بكم الجو ماطر اليوم بأغلب المناطق الشمالية والشرقية للبلاد ومدرية الأرصاد تتوقع خلال الليل نزول أمطار وزخات مع ما يعرف بالتبروري بشمال منطقة الشرق وبشرق الواجهة المتوسطية أيضا بالريف وبالأطلسين الكبير والمتوسط وبشرق السعيس أمطار وزخات متوقعة بسهولة الشمالية والوسطى وبغرب الواجهة المتوسطية بهداب الفصفات والماس وأيضا بجنوب منطقة الشرق بسهولة الواقعة غرب الأطلس وتساقطات ثلجية محتملة بقمام الأطلسين الكبير والمتوسط فوق 1800 متر وغدا صباحا أمطار وزخات متدرة بالسهول الشمالية والوسطى أيضا بعبداو الرحمنا بالريف وأمطار متفرقة متوقعة بالسيس وبهداب الفصفات والماس وأيضا بالأطلس المتوسط وبسوس وسماء ستكون قيلة الصحب إلى صافية بباقي المناطق غدا بعد الزوال ستنزل أمطار وزخات قد تكون رعدية بالسهول الشمالية والوسطى أيضا بالريف بمرتفعات الأطلس وبالسهول الغربية وبالسيس كذلك بهداب الفصفات والماس والصوب رياح قوية بالوسط أيضا بالمرتفعات وبالجنوب الشرقي والسكون الأجواء مشمسة بباقي جهات المملكة بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل خلال الصباح إلى درجة واحدة بإفران 11 متوقعة بوجداء وبورزازات و19 درجة متضرة بمدينة القويرة غدا بعد الزوال ستتسجل 11 درجة بإفران من 20 بالراشدية وورزازات والصمارة 21 بأقادير وأيضا بالعاصمة الريباط و20 درجة بالدار البيضاء يوم الجمعة ستنزل أمطار بشمال والوسط بمرتفعات الأطلس وبالريف ويوم السبت أمطار متفرقة متوقعة بمنطقة الشرق وبالأطلس المتوسط بالريف وبالواجهة المتوسطية وسماء ستكون قليلة الصحب إلى غائمة بباقي الجهات نرى الآن حالة البحر بالواجهتين البحريتين للمملكة هذا البحر هادئ إلى قليل هيجان بالواجهة المتوسطية هائج إلى قوي الهيجان نبيل بوغاز وبين كاب سبارتل وطرفايا وقليل هيجان إلى هائج جنوبا موسيقى